ضيفنا اليوم خبيرة تكنولوجيا علي الزهراني نحن نتكلم اليوم معه عن التطبيقات المراسلات الموجودة في الأجهزة الحديثة حابين.. علي سهلا كيف حالك؟ الله يعطيك العافية يعني ما عليش أنا طولت عليك في المقدمة وكذا بالعكس خبارك عاد كرية سأنا عندي سؤال جدا مهم تفضل النظارة اللي انت لابسها هذي فيها أجزاز ولا شكل؟ لا فيها أجزاز طب دخل أصباعك كذا لا طبية نظارة هذي والله؟ يعني نظيفة جدا درجة ما نشاف القزارة لا تلمعت لازم قبل اللقاء لازم طيب نتكلم عن تطبيق الـ iMessage أدينا فكرة بسيطة عنه وأنا على فكرة ما أعرف عنه أي حاجة فأنت هتكلم مع واحد يعني أنا أتعلم منك جميل تطبيق الـ iMessage لو قلتلك الآن تطبيقات رسالة الرسائل النصية كل الناس بتتعرف الرسالة النصية اللي هي الـ SMS بتستخدمها وبتترسل فيها تطبيق الـ iMessage بيعيد تعريف رسالة الرسالة النصية بطريقة عصرية جديدة إحنا أول بنكتب نص معين بنرسله النص صامت خالي ما في أي شي معبر الآن إحنا بنقدر نرسل وجوه تعبيرية بنقدر نرسل إحساسنا في الرسالة بنقدر نرسل روابط أشياء ما بتخطر في بارك مميزات كثيرة فلو جيت استعرض بعض المميزات الموجودة لو رسلت رابط في رسالة نصية معينة الطرف الآخر ما يحتاج يفتح الرابط في صفحة إنترنت أو لا في شاشة الرسائل الـ iMessage بيقدر يستعرض صفحة الويب اللي انت رسلتها له أو الرابط اللي رسلت له هو على الإنترنت حتى لو كان فيديو، حتى لو كان صوت، حتى لو كان صورة أي أن كانت فأيضا كمان ممكن إنت ما ترسل له شي مكتوب بالكيبورد أو اللوحة المفاتيح ممكن كيف؟ ممكن تكتبها بخطي عندك ممكن تكتبها بخطي عندك ممكن تختار بعض العبارات الموجودة في l-iMessage مثلا بخطوط معينة مثلا في صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة ممكن ترسل لأحد حديث نبوي معين وفيه صلى الله عليه وسلم بالخط العثماني تخدم تصمّل بكم؟ تخدم هذه التقنية؟ تخدم تصمّل بكم لأن الجهاز بيقرأ الرسائل وبيسمعهم إياها إذا كان ما بيشوف فهذه بعض الميزات لو جينا في ميزات ثانية ممكن أن ترسل لعبة معينة نفس الرسائل ترسل لعبة معينة للطرف الآخر اللي بتراسل معه وتلعب أنت وياه مع بعض في نفس الصفحة وكأنه بترفع عن نفسك في جو رسائل معينة زي الشات بالضبط ممكن تنقل صورك بالرسائل الآن كثير من الناس بيقول لك أنا ما أقدر أنقل صوري ورسائري على الكمبيوتر بستصعب الطريقة أشبك كابل معين لا خلاص ممكن أن تتفعل الآي ميسيج عندك في التابلت هذه الآي ميسيج ألاقيها عليك جميع الأجهزة واللي هي مخصصة للشركة معينة الآي ميسيج موجودة بس على أجهزة والأجهزة اللي مصنعة ومنتجة من شركة تابل اللي هي الآيفونات الآيبادات الآي ماك الآي ماك الماكبوك اللي تكون مصنعة ومنتجة من شركة أبل فهذه موجودة عليها الشركات الأخرى والأنظمة العاملة بأنظمة غير أنظمة أبل اللي هي مثلاً مثل أندرويد في طوق ممكن نتراسل فيها معاهم لكن دائماً أبل بتحاول وتشغال على فكرة أنه بتقفل كافة التغارات هذه وما بتسمح لهم منهم يعني يطولوا كثير في عملية المراسلة أبل حب الميزة هذه تكون فقط حصرية لمستخدم منتجاتها ليش؟ طبعاً مجانية يعني أنا وإنت دحين معانا قبل ممكن نعمل التست على الشاشة إن أنا أبعت لك على أي ميسج ممكن ونرسل بعض رسائل كله free الميزة في الموضوع كمان إنه أنت ما يحتاج تبحث عن أحد معين مثلاً فلان من الناس هل هو عنده أي ميسج أو ما عنده علي الزراني عنده أي ميسج لا ما يحتاج أنت مجرد ما تحط رقمي في خانة رسالة حيبان عندك أنه أنا مفاعل الميزة هذه وترسل حتى لو أنت منتبهت وكتفت رسالة وأرسلت هو لو اكتشف أني عندي أنا أي ميسج حيرسل ليها بالطريقة المجانية عن طريق الأي ميسج لو لقيها ما هي مفاعلة عندي مثلاً أو أنا ما عندي جهاز يدعم الميزة هذه رسالة نصية كيف بيبان الميسج؟ جميل ممكن بس نستعرض الصور اللي هي طريقة تفعيل الميزة في البداية هندخل على الإعدادات الرئيسية من الجهاز الآيفون أو التابلت الأيباد اللي عندك أو الماك هذي الخطوة الأولى الخطوة الثانية راح ندخل على خانة اللي في الصورة الثانية هتكون اللي هي المسجس زي ما انتم شايفين هي مضللة بالأصفر بعد كذا راح نشوف أول خيار عندنا بعد ما ندخل على المسجس عندنا فيه أول خيار اللي هو اللي هو الخيار تفعيل الآي ميسج احنا مجرد ما نضغط على الخيار هذا ونفعلها تقريبا حتى أخذ من دقيقة إلى خمس دقائق تمام في الوضع الطبيعي حتى تتفعل الرسائل هذه الميزة إذا ما تفعلت راح تتفعل هذه بعد ما نسوي الخطوة أنا احتاج إعادة رستارت للجهاز ولا تشغيل نهاييا فقط تفعل يعطيك رسالة النجاح أنه تفعيل إحنا كده انتهينا إذا فيه صارت خطأ معين راح تبعني عندك وتظهر وكيف حتمان؟ تظهر لك رسالة أنه مثلاً الرقم الحالي المستخدم تمعت في جهاز آخر بالضبط والله هفعلها الآن أنا ما عندي المعلومات هذه الميزة الأجمل كمان أنه أنت مجرد ما تفعل الإيميسيج كمان أنت ما هتحتاج أنه أنت مثلاً تثبت رقمك رقم جوالك أنه بس يستقبل الإيميسيج ممكن أنا أضيف إيميل أنا حاطه في الماك أو في الإيميك في الجهاز المكتبي أضيفه كمان على الجوال يعني اللي بيرسل لي رسالة على الجوال رح تظهر عندي كمان في الإيميك أو اللي بيرسل لي على الماك تظهر عندي بالعكس كمان تمام طيب أنا دي حين فعلتها جميل وبعدت لصاحبي في الإيميسيج جميل كيف أعرف إنه هو استقبلها؟ يا سلام عليك هذا بيصموه نظام الريبورتنج الإيميسيج بيدعم نظام الريبورتنج أو التقارير بحيث أنك إنت درسلت رسالة بيدي كوة تحت باللون الرمادي زي ما أنت شايف إنه ديليفرد أو تم التوصيل تم التسليل والطرف الآخر اللي رسلت له استلم الرسالة في حالة أنه قرأ وهو كان مفعل الخيار أنه سامح للطرف الآخر أنه يعرف أنه هو قرأ رح تبان عندك أنت في نفس خانة تم التسليم أنه تم القراءة فهذا هو نظام التقارير أو الريبورتنج الموجود في الإيميسيج ممتاز والله تقنية رائعة تقنية جميلة جدا يعني عادة تعريف الرسائل النصية بطريقة عصرية جديدة يعني في ميزة كمان ما ذكرتها اللي هي ممكن أنت ترسل نبضات قلبك بالطرف الآخر واو ويقول لك في دراسة أمريكية أنه خمسين في المئة من الأشخاص يعني يستبعدوا البيانات ولو دفعوا فلوس عشان يسترجعوها إيش نصيحتك؟ هذه النسخ بيسموها النسخ الاحتياطية أي انت معرف كمستخدم الكمبيوتر وانت معرف وقيمتك موجودة في البيانات الموجودة التي تملكها تمام لو صار أي شي لجهازك عطل انتش عليه سائل معين اتهكر تعرض للتحكير لابد يكون عندك نسخة احتياطية لبياناتك حافظها وتم تخزينها في مكان آخر بحيث انه لو صار أسوأ المخاطر صارت للجهاز اللي انت بتشتغل عليه انه ما في مشكلة انا اخسر اجيب جهاز ثاني او اخسر واصلح الجهاز اللي انا اشغال فيه لكن بياناتي ما ضاعت اقدر نستعيدها واعرضها مرة ثانية في الجهاز اللي انا اشتريته ايش يتميز طيب الاي ميسج عن باقي التواصل الاجتماعي الواتساب والشيء غير انه مجاني يعني الاي ميسج الاي ميسج انه الميزات الموجودة فيه الميزات الموجودة فيه مهم موجودة في اغلب البرامج او مهم موجودة في اغلب برامج المراسلات او التراسل بحيث انه هي مدمجة مع الجهاز مدمجة مع الرسائل النصية ما يحتاج انا احمل برامج اخر ما يحتاج انا اقول للطرف الاخر لو سمحت حمل التطبيق انت عندك حتى نقدر نتواصل لو انت لا انت مجرد مشتريت الايفون ومجرد مشتريت الماك خلاص انت الميزة موجودة عندك وانا اقدر اتواصل معك فيها يعطيك العافية أنجد معلومات سريعة